نشرة إخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنوين أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج يدون اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ومواجهات جديدة بين العرب والأمازيخ لكن أحذر أن بمجرد انتهاء القضية السورية ستنتقل هذه المجامع الأرهابية إلى بلد آخر والبلد المرشح مصدر أمني عراقية ينفي تعرض نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق لمحاولة اغتيال عملية للجيش السوري تقتل قائدا للنصة في القلمون والأنظار تتجه نحو قرية عسال الوارد بعد رنكوس وفاة الكاتب والصحفي البريطاني باتريكسيل مؤلف كتاب الصراع على الشرق الأوسط مقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين من أنصار الأخوان المسلمين السلام عليكم أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها الجزائر في السبع عشر من نيسان أبريل الجاري وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة كان قد أعلن تهيئة حوالي أربعمائة مكتب لاستقبال ناخبي الخارج في جنوب الجزائر أفاد شهود عيان بمقتل شاب أمازيغي في غردايا خلال مواجهات جديدة بين العرب والأمازيغ ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر طبي أن عشرة أشخاص بينهم عنصران في الشرطة أصيبوا في المواجهات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد في بريان شمال غردايا أبلت النساء الجزائريات بلاء حسنا خلال ثورة التحرير برزت أسماء الكثيرات منهن وكانت جميلة بحيرد الأرسخ بالذاكرة العربية رغم ذلك سلمنا جميعا مش على الحرية لجيل الاستقلال لبناء الجزائر فكانت أسماء أخرى في عالم السياسة نستعرضها مع دلولة حديدان لا تمثل المرأة الجزائرية نصف المجتمع وحسب بل هي نصف تاريخه أيضا لمشاركتها في تحرير البلاد ونصف سياسته لاعتلائها المناصب المشغولة لعقود من قبل الرجال خلال أول مرحلة بناء وتشهيد وجهت المرأة لإعمار المجتمع على نحو ما خولتها إياه الفطرة فلم نسمع تاء تأنيث واحدة في حكومات الرئيسين الراحلين أحمد بن بلا وهواري بومدين مع مطلع ثمانينات القرن الماضي كانت زورونيسي أول امرأة تستوزر في تاريخ الجزائر بحقيبة الشؤون الاجتماعية وحافظت على اللقب مع تغير الحكومات حتى جلست على مقعد وزارة التربية والتعليم عام ستة وثمانين فضلا عن مناصب أخرى تقلدتها بعد الخروج من الحكومة حجزت بها أمكنة لرافقاتها في الساحة السياسية عام تسعين رسمت السياسية اليسارية لويزة حنون طريقا آخر للمرأة في الحياة السياسية إذ أسست حزب العمال الذي فتح آفاقا أخرى للمرأة الجزائرية من خلال تمكينه حنون من نيل لقب أول سيدة عربية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية عام 2004 وعودت الكرة عام 2009 و2014 مع مطلع القرن الحالي صارت النساء الجزائرية ممثلة لأبناء الشعب بالوصول إلى المجالس النيابية ورفع نسبة تمثيلهن عام 2012 إلى 30% بعد هذا التعديل صارت الجزائرية يحتللن المرتبة الخامسة والعشرين وفق التصنيف العالمي الخاص بمشاركة المرأة في البرلمان قبل فرنسا عالميا وتونس عربيا نفى مصدر أمني عراقي تعرض نائب رئيس الوزراء صالح المطلق لمحاولة اغتيال وكانت الأنباء تحدثت عن تعرض المطلق وأحد النواب لمحاولة اغتيال في أبو غريب غرب بغداد المطلق وفي حوار مع الميادين سيبث مساء اليوم حذر من خطر المجموعات الإرهابية ومن انتقالها إلى العراق بمجرد انتهاء الأزمة السورية لكن أحذر أن بمجرد انتهاء القضية السورية ستنتقل هذه المجامع الأرهابية إلى بلد آخر والبلد المرشح هو العراق وحمل المطلق قائمة متحدون مسؤولية تشضي القائمة العراقية كاشفا أنه كانت لديه ولدى رئيس الوزراء السابق إياد علاوي نية لعقد اتفاق مع رئيس الوزراء نور المالكي لكن متحدون رفضته اقتراحت على الأخوة في العراقية في ذلك الوقت دعونا نتفق مع دولة القانون نحن القائمة الأكبر 91 وهم 89 لشكل أغلبية مريحة تستطيع أن تمر الأمور بدون مناكفات مثل ما تحصل الآن وعن ذلك أيضا يكون لنا القدرة على أن نكون شركاء حقيقيين في القرار لأنه مجرد سحاب من الحكومة تسقط الحكومة لأنه أنت تتكلمين عن 91 والمالك في وقتها وافق بصراحة الذين لم يوافقوا هم متحدون في القائمة العراقية 2690 مرشحة يخضن الانتخابات البرلمانية العراقية إلى جانب المرشحين الذكور بعدما أعطى قانون الانتخابات المرأة العراقية كوتا خاصة بها تبلغ 25% فهل تلعب المرأة دورا فاعلا في البرلمان؟ التفاصيل مع غادي غنطوس صور المرشحات للانتخابات البرلمانية تملأ الشوارع أكثر من ألفين مرشحة بين نائبات حالية ومرشحات للمرة الأولى يخضن المعركة الانتخابية فالقانون العراقي أعطى تمثيلا واسعا للمرأة في البرلمان بنسبة 25% مع حداثة هذه التجربة لقد أثبتت جدارة وحضور فاعل جدا وكثير من النساء تفوقنا على الرجال في إداءهن وباعتقادي سيتطور عمل المرأة أكثر باستمرارية هذه التجربة البعض يرى أن المجتمع العراقية مجتمع ذكوري وقبلي تلعب المرأة فيه دورا ثانويا مقارنة مع الرجل ولسيما في الحياة السياسية حيث للرجل الكلمة الأولى والأخيرة أن المرأة لها حضور جيد في العملية السياسية لكن مع الأسف في الفترة الأخيرة والكل يعرف المجتمع العراقي هو مجتمع ذكوري في الفترة الأخيرة همشة المرأة بشكل واضح التصويت للمرشحات لا يتم فقط بدعم من الناخبات العراقيات فشريحة واسعة من الناخبين الذكور تدعم وصول المرأة إلى البرلمان طبعا المرأة العراقية لازم تلعب دوره خاصة بهذا الوقت إحنا دنمربي ومريد تبقى المرأة العراقية صغيرة يعني إحنا نريد نشوف شيء ملموس شيء ملموس من النائبات العراقيات يعني مو بس حد شيء وكذا وحنسويه وحنسويه وهاي يعني جاية ولاية جديدة يعني من يمثلون مكان الكرسي اللي قاعدين عليه ريش شيء حقيقة مريد يعني بس روح نصوت الانتخابات البرلمانية باتت قريبة ما يعني أن المرشحات الفائزات هن أمام استحقاقات كثيرة هؤلاء المرشحات قد ينجحن في الدخول إلى البرلمان العراقي ولكن السؤال هو هل نجحت النائبة العراقية في لعب دور هام من داخله وهل تمكنت من انتزاع قوانين تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها في المجتمع العراقي من بغداد غادي غانطوس الميادين أسفر قصف بقذائف الهوين على الأحياء الغربية لمديرة حلب عن استشهاد 12 مدنيا بينهم خمسة أطفال وسيدتان كما أصيب نحو 50 شخصا بجروح وفي ريف دمشق صدت فصائل فلسطينية هجوما لمجموعات مسلحة على مخيم خان دانون شارك فيه مئات المسلحين من لواء جند الله ولواء الإسلام وحركة أحرار الشام وفي القلمون قتل قائد جبهة النصرة في بلدة الصرخة المدعو أحمد يسبك درغام وتسعة من مقاتليه في عملية خاصة للجيش السوري ماذا بعد رنكوس أنه سؤال بدأ يفرض نفسه مع حسم الجيش السوري المعارك الكبرى في القلمون تحديدا في يبرود ورأس العين ورأس المعرة وفليطة الأعين تتجه اليوم إلى البلدة الأقرب عسال الورد إلى الشمال من رنكوس وربما باتجاه مدينة الزبداني غربا باتجاه الحدود السورية اللبنانية حيث أخفقت محاولات إطلاق المصالحات خلال الأشهر الماضية مع أن التوجه إلى الزبداني قرب الحدود مع لبنان قد يتأخر إلى مرحلة لاحقة بالرغم من توجه مئات المسلحين من رنكوس إلى تلك المدينة على الأرض بدأت عمليات التسخين في عسال الورد لم يختلف المشهد كثيرا في رنكوس عنه في المناطق التي سبقتها جرود جبالية قاسية مثلت نقاط دفاع استخدمتها جبهة النصرة وألوية الجيش الحر سقوط تلك الجرود يعني حسم المعارك وهو ما يفسر انهيار المجموعات المسلحة بعد سيطرة الجيش السوري على تلك التحصينات جرى ذلك في يبرود كمثال واضح زخم التقدم القلموني والانهيار المتتالي في صفوف المجموعات المسلحة يدفعان الجيش السوري إلى المضي قدما وحسم ملف القلمون نهائيا هذا الحسم سيوفر القطع النهائي لدخول السلاح والمسلحين من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري وسيؤمن نهائيا طريق دمشق حمص إلى المنطقة الساحلية ويقطع نقطة تواصل مهمة بين المجموعات المسلحة في القلمون والغوطة الشرقية لدمشق حسم الجيش السوري لمعارك القلمون ينعكس قويا على التطورات الميدانية على امتداد الجغرافية السورية وقد بدأت نتائجه بالظهور تدريجيا في العديد من المناطق محمد الخضر الميادين أعلن في لندن عن وفاة الكاتب والصحفي البريطاني باتريك سيل بعد صراع مع المرض من أبرز مؤلفات باتريك سيل كتاب الصراع على الشرق الأوسط الذي يروي فيه سيرة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الصراع مازال مستمرا كلمات قالها الرئيس الراحل حافظ الأسد للكاتب البريطاني باتريك سيل عندما سأله عما سيختم به كتابه بهذه العبارة ختم سيل أشهر كتبه الصراع على الشرق الأوسط رحل باتريك سيل بعد صراع مع سرطان الدماغ وترك الكثير من المؤلفات والمقالات المتخصص في شؤون الشرق الأوسط عمل مراسلا لصحيفة The Observer وأجرى مقابلات مع أبرز القادة والشخصيات في الشرق الأوسط الصراع من أجل سوريا النضال من أجل الاستقلال العربي ورياض الصلح وصناع شرق الأوسط الحديث هذه من بين الكثير من الكتب التي ألفها إسرائيل تسعى للسيطرة العسكرية على المنطقة هذه أبرز مواقف سيل الأخيرة الرجل قالها صراحة إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة من أجل إسقاط محور المقاومة وأكد أنه لا يمكن فصل ما يجري في سوريا عن التطورات في المنطقة لم تغب القضية الفلسطينية عن مقالات سيل اعتبرها تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى الكرامة والهوية العربية الكاتب قال إن الدول العربية الثارية عجزت عن استخدام تأثيرها على الولايات المتحدة وأوروبا للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين واعتبر حل الدولتين أصبح ساقطا عمليا كما لوح بهزيمة فادحة للعرب تكمل هزيمة عام 48 إن ضم سيل إلى وكالة الأنباء العالمية مقالاته انتشرت في معظم الصحف القبرى في جميع أنحاء العالم اليوم ستفتقد الصحف مقالات باتريك سيل قال الوزير اللبناني السابق ألبير منصور للميادين إن هناك معلومات مؤكدة بأن السعودية تدعم ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرئاسة وتحديدا من قبل الأمير بندر بن سلطان في جهات سعودية دعم لسمير جعجع وبمرحلة من المراحل أبلغت بعض القيادات اللبنانية بهذا الأمر وكانت منزعج من هذا الموضوع في جهات سياسية هل هذه الجهات السياسية اللي بعتدي بندر بن سلطان كان يقال ونقل لي أنه كان مرشحه سمير جعجع كان راغب بيترشيح هل لا أعرف إلى أي مدى بعد التعديلات اللي حصلت في المملكة العربية السعودية وبعد التوجهات اللي صارت والأخير وبعد زيارة أوباما للسعودية وهذا التقارب الأمريكي الإيراني اللي عمله يحصل وإمكانية توسع العلاقات الإيرانية السعودية لا أعرف إلى أي مدى ممكن يظل هذا التوجه بهذا الشكل اتهمت جماعة الأخوان المسلمين المصرية الحكومة الحالية بالافتراء والكذب على خلفية تصنيف الجماعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وأمس خارجت تظاهرات محدودة لأنصار الأخوان في عدد من المحافظات المصرية قوة الأمن تصدت لتظاهرات التي شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة وعدد من الإصابات من جديد تتحرك جماعة الإخوان المسلمين بتظاهراتها على الأرض تظاهرات وإن كانت محدودة إلا أنها تتحدى قرارا صدر من مجلس الوزراء بمعاقبة كل من ينضم للإخوان أو يشترك في فعليتهم بالعقوبات المقررة لجريمة الإرهاب قرار لم يمنعهم من ترديد نفس مطالبهم بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر وعودة الشرعية المشكلة في مصر ليس لها حل إلا حلا سياسيا ومش ممكن أن يتم حلها بالأسلوب الأمني وبالأسلوب القمعي وعبر القضايا والسجون والمعتقلات لابد من حل سياسي ويكون في ما يكونش فيه إقصاء لأي من القول موجودة لنا آراء الشارع المصري تباينت حول تظاهرات الإخوان المسلمين في ظل القرار الحكومي الأخير ناس بتخرب ناس بتهد في البلد وبعدين القانون ده كان أصول يتطبق من زمان من قبل محلب من أيام رئيس الوزراء اللي فات فهي كده كده جماعة إرهابية مش محتاجة قانون يعني أخوان لازم دول أخوان تتلم علشان خاطر أن هم زودوا عن حدهم قوي والقرار ده جيه مظبوط والقرار ده لازم يتفعل علشان خاطر أن الأخوان ما بهدلين الدنيا في الاختيالات وفي الزباط اللي بتتقاتل والانفجرات اللي بيعملوها القرار ده لأ يعني مش هيضيف حاجة في التظاهرات طبعا وأنا من رأيي طالما أن التظاهرات سلمية فإيه المانع أن الناس تتظاهر وتعبر عن رأيات طالما أنه هو تظاهر سلمي ويعد قرار مجلس الوزراء تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بين رفض البعض لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وترحيب آخرين به تبقى الأيام القادمة وكيفية تنفيذ القرار كفلتين بإثبات آثاره في إعادة الاستقرار للشارع المصري هاشم الناع القاهرة الميادين على الرغم من سعى الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة للعمل على تحييد المساجد من خلال إعادة السيطرة على أكثر من مئة مسجد لاعتبارها دور عبادة النوى ليست بؤرا للترهيب الفكري جبهت خطة الحكومة برفض قاطع من قبل عناصر متشددة الأمر الذي وضع الحكومة أمام اختبار جدي الله أكبر الله أكبر المساجد لله وليست للتسويق السياسي أو للترويج لفكر إيديولوجي متشدد قناعة بدأت تترسخ في شارع تونسي بتغيير المعادلة السياسية التي أنتجها الحوار الوطنية وأيضا بعد الأقوف على مخاطر توظيف المساجد في نشر فكر متشدد يهدد أمن البلاد واستقرارها يجب المساجد يقعدوا بعاد على السياسة المساجد مجعولين للقيام بالسؤون الدينية يجب يكون فيها توعية ديمانية إذا كان مش نحايدوا المساجد هات خل نرجع للأصل الدين متعنا اسكوا في الأصل كن نرجع للرسول صلى الله وسلم مارس السياسة كان ممارس في الدين متع تحييد المساجد مبدأ أقر في الدستور ومهما أوكلت إلى حكومة مهدي جمعة لتجد نفسها أمام ظاهرة استفحلت لمدة ثلاث سنوات وبحسب المختصين فقد ساهمت بعض الخطب الدينية في نشر مفاهيم خاطئة تصف الحاكمة بالتغوت ويكفر أصحابها كل من يخالفهم الرأي وتتوعد بإقامة دولة الخلافة وتطبيق أحكام الشريعة وفق رأيتهم التعامل مع هذه الظاهرة ليس تعاملاً عادياً لأن هؤلاء الأشخاص لهم قناعات إديولوجية راسخة هم يعتبرون كل من هو خارج مجموعتهم هو من الطاغوت وبالتالي من المفهوم أو من الواضح أن هؤلاء سيكونوا وردوا فعلهم عنيفاً اختبار جدي تأخوذه حكومة جمعة رهانه استعادة هيبة الدولة وبسط السيطرة على كل المساجد والدفع نحو منع استخدامها في الاستقطاب السياسية قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابية المقبل حزم الدولة لوضي حد لعنف الجماعات المتشددة سراع عنوانه سيطرة على المساجد ونشر الخطاب الدينية معركة بدأت فصولها الأولى تطفو على السطح والمؤكد أن حسمها سيتطلب كثيراً من الجهد سميح البغانمي تونس الميازين والآن جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع سارة الحاف صباح الخير من جديد سارة أعتيك العافية وفا صباح الخير مشاهدين جولتنا نبدأها مع صحيفة البناء اللبنانية وفيها شعبان تنفي ما نقل عنها عبر حساب مزور على فيسبوك موسكو الأزمة الأوكرانية لم تؤثر في تعاوننا مع واشنطن بخصوص سوريا ونقرأ في صحيفة البناء في الشأن العراقي نجاة المطلق والزوبع من محاولة اغتيال غرب بغداد مقتل 12 داعشياً بينهم القياد أبو عائشة الليبي الجنسية مسيرة في المنامى وقمع لساحة الحرية وفي الشأن اللبناني الداخلي حرب الفوائد والضرائب مع المصارف تنتهي إيجاباً بر رئيساً للمحرومين الميزان الرئاسي للسلسلة والخطة الأمنية يرفع أسهم قهوجي في وجه سلامة إلى صحيفة الشرق الأوسط التي جاء فيها محاولة لاختيال صالح المطلق برصاص عسكريين نائب رئيس الحكومة العراقي استنكر لهذه الصحيفة العملية الغرب يتقص استخدام الأسد للكيميائي بريف دمشق المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط نأخذ الأمر بجدية وأيضاً في هذه الصحيفة تأهب أمني في أصوان اليوم والهدنة أمام اختبار مقتل ثلاثة في مواجهات مع الإخوان وتطمينات أوروبية للسيسي صحيفة الدستور العراقية عنونت قيادة خاصة تدرس خطة صحق داعش الفلوجة بعد إغلاق السد مجدداً طلعات جوية ترسل متمردي العزام وانتحري الجسور إلى جهنم المرجعية تحرم الضغط على الناخبين خلاف إرادتهم وجهت بعدم اختيار من يكون مقرباً لعشرته ولأقربائه وفي صحيفة الدستور اشتباكات دامية بين عنصار برزاني وطالباني على خلفية التنافس الانتخابي بين الحزبين صحيفة الوسط البحرينية جاء فيها وزير الخارجية العماني قال إن الخلافات الخالجية ليست دائمة وعلى البحرينيين أن يتفقوا الداخلية قالت إصابة شرطي في تفجير بده إلى أخبار الجزائر وصحيفة البلاد جاء فيها بطفليقة يغير أوراق اللعبة ويحيا يخلف سلال في مخاطبة الرأي العام أخطر أسبوع ينتظر غردايا توسع رقعة المواجهات وانتقالها إلى بريان إلى صحيفة الدستور لكن هذه المرة الأردنية وجاء فيها بجهود أردنية فلسطينية مشتركة ودعم عربي إسلامي الوينسكو تطالب إسرائيل بعدم تغيير الوضع بالقدس الاحتلال يفرض حصارا شاملا على الضفة الغربية معارك عنيفة شمال سوريا والنصرة تستعيد السيطرة على البوكمال ونختم مع صحيفة القدس العربي التي نستهل أيضا فيها في الشأن السوري مصرع تسعين مسلحا باشتباكات قرب الحدود العراقية داعش تعلن مقتل أمير التنظيم في منطقة البادية جبهة النصرة تصد هجوم الدولة الإسلامية على البوكمال وتعلن مصرع اثنين من قياديها ثلاثة قتل من الإخوان إثر اشتباك مع الشرطة الحكومة المصرية تمنع أشتن من لقاء أنصار مرسي ودعوات لشيخ الأزهر لإلغاء إعدام 528 إخوانيا حملة لمنع وزيرة إسرائيلية من زيارة بريطانيا اعتماد فلسطين طرفا وعضوا في سبع اتفاقيات ومواثيق دولية هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية لتحليل هذه العنوين في برنامج أخر طبع ولان إليك وفا شكرا لك سارة والآن إلى فقرتنا الأخيرة صور بين الماضي والحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة